عايز انتقل بكم لحاجة تانية كلنا يعني الحقيقة متابعينها وانا هتكلم عليها علشان لازم نتكلم عليها مصر عايشة بقالها الوقتي قد ايه وكم شهر في ازمة البصل البصل بكام البصل فين واحنا بلد زراعية اساسا يعني احنا اساسا بلد زراعية عايز اقول لحضراتكم دايما وكنت دايما بطلع اقولي هذا الكلام للناس ان انت الحجاب بتغلى في الموسم اللي هي مش بتاعتها يعني ما فيش عروة طماطم فتلاقي الطماطم سعرها يغلى ينزل عروة الطماطم ويبدأ الطماطم تنزل ولكن الالتفاع في الاسعار في الفترات الماضية ايضا اصبحت لها مسببات اخرى ارتفاع اسعار النقل ارتفاع اسعار العمالة ارتفاع اسعار خدمة وتخديم على الارض سواء مبيدات سواء مغزيات للاراضي كل داي عناصر مختلفة ولكن دا مش معنى ان انا بصة لاقي ان احنا كيلو البصل بقى اغلى مثلا من كيلو الفراخ او بنفس 8 كيلو الفراخ ما هو احنا زمان كنا بنعمل ايه بصلتين على طماطمتين على حتتين بطاطس ونروح عاملين صنية والعيلة كلها تاكل سيبكم من اللحوم وسيبكم الكلام دا انا دخل ان انا بقى بجيتيريا اساسا ولكن النهاردة البصل لا هو ايه اللي بيحسن ففي اطار محاولة تصبيت السوق حصلت حملات ودي لجنة مشتركة من مباحث التموين مع وزارة الزراعة نزلت على مفارش البصل عند التجار الكبار مثلا في مراكز الاساسية بتاعته سواء بقى في المنصورة اجا بني عبيد فد اهلية نزلوا من ليه نزلوا علشان يشوفوا ازاي احنا من المفترر عندنا هذا العدب من الافدنة وده حصل بتعمل وزارة الزراعة مزروعة بالبصل ولكن الانتاج في السوق قليل او التواجد في السوق قليل النتيجة ان الناس اللي نزلت دي اكتشفت اكتشفت ان في ناس مخزن البصل طبعا احنا عادة عندنا ان احنا بنخزن البصل حتى التاجر بيخزنه دي من زمان جدا ولكن لما انت تخزن بطريقة ان انت بتعطش السوق عشان تغلي الاسعار وبعدها كده تبدأ تنزله فهو بدأ التنبيه على كل هؤلاء ماشي دي حاجة احنا معتدنها ان انت ممكن تخش على واحد زرع اربعة خمسة فدان فتلاقيه حتى تتعجم باتنين تلاتة طن اربعة طن ايام ما كان العدد هو بيغطوه شايفين الاش ده تحت منه بيكون البصل ويفضل عينه وكده طول الشتاء ولكن لو سمحتم احنا هنعد عليكم بعد اسبوع لازم البصل ده يبدأ ينزل الى الاسواق المصرية